أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة مسلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعا عن حقه في وطن مرفوع الرأس وفي كلمته بمناسبة الذكرى السبعين لثورة يوليو أكد الرئيس السيسي أن الثورة استطاعت أن تؤسس الممهورية الأولى للدولة وتغير وجه الحياة بشكل جذري ليس فقط في مصر بل في المنطقة بأسرها تحل اليوم الزكرى السبعون لثورة الثلاث والعشرين من يوليو المجيدة التي مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعا عن حقه في وطن مرفوع الرأس فقد استطاعت تلك الثورة أن تؤسس الجمهورية الأولى لدولتنا وتغير وجه الحياة بشكل جذري ليس فقط في مصر بل في المنطقة بأسرها وكانت لها إسهامات ملهمة في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار وترسيق حق الشعوب في تقرير مصيرها حيث تغيرت الخريطة الدولية وارتفعت راية الحرية والاستقلال فوق معظم الدول العربية والإفريقية والإفريقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر